هذا المطعم قد يكون في أي مدينة عربية ولكنه في مدينة باترسون في ولاية نيوجيرجي الأمريكية واحد من عدة محال في هذا الحي العربي وكأي حي عربي فأن المواقف السياسية قوية حتى ولو كانت مع أو ضد التصويت والمشاركة في الحياة السياسية في بلدهم الجديد بني آدم عايش على الأراضي الأمريكية ما أشوف الشيء يعني فايدة نهائية من الانتخابات هاي عشان أنا هيك ما بتابع أحد ولكن في محل الحلاق هذا القريب تختلف الرؤية ما كنا ننتخب ما كنا مهتمين بهالأمور هذه بس هسا العالم واي يبدو أن هذا الصوت يمثل الأغلبية بين العرب من الجيل الأول والثاني من المهاجرين بعضهم لن يكتفي بالتصويت بل يريد أن يلعب دورا مؤثرا في السياسة المحلية والوطنية سامي مرعي رشح نفسه للمجلس المحلي وأحد من عدة مرشحين عرب أمريكيين يشاركون في الانتخابات المحلية والوطنية يوم الثلاثاء من حكام ولايات لأعضاء في الكونغرس والمجالس المحلية ما ضروري أنه نربح دائما المهم أنه نربح نحن كجالي أن نوقفنا مع بعض فهذه شغلة شخصية مسؤولية شخصية رأي يشاركه فيه مرشح الكونغرس عن الحزب الديمقراطي لمنطقة شمال فرجينيا دون بير أحد الأشياء العظيمة التي أراها في الجالية العربية أنهم يدكون الآن أن عليهم أن يظهروا ويشاركوا عندما يفعلون ذلك تصبح لهم أهمية أكبر بير تحدث إلينا بعد هذا التجمع الذي نظمه بعض أعضاء الجالية العربية هنا للتبرع لحملته ودعمه نحن حال بقية الجاليات إذا لم أقوى ندعم مالياً اجتماعياً وننوع أبنائنا بوجودنا ومصالحنا في البلدنا حسب الإحصاءات الرسمية فإن الجالية العربية تشكل حوالي 1 إلى 2% من المجتمع الأمريكي ومع وجود عدة برامج وحملات لتشجيعهم على لعب دور فعال في السياسة الأمريكية يعتقد البعض أنه يمكن فعل المزيد يوم الثلاثة ستحسم الانتخابات النصفية من سيسيطر على الكونغرس الأمريكي وربما يكون هناك اثنين أو ثلاثة من أعضائه من أصول عربية ولكن يبقى السؤال ما هو تأثير الجالية العربية على قرارات الكونغرس القادم فيما يتعلق بالشؤون الداخلية كالهجرة والضرائب والحقوق المدنية والشؤون الخارجية كعملية السلام والحرب على داعش بول حجزين سكاي نيوز عربية واشنغتن ترجمة نانسي قنقر